موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم تكنولوجيا خلونا نتعرف في البداية على فقرات حلقة اليوم مايكروسوفت تطرح نسخة مطورة من خوذة هولي لنس فيصل هايثيمي ضيف فقرة الدعم الفني الحديث عن سماعة إيربودز برو آخر الأخبار في علوم التكنولوجيا نتابعها معا في فقرة الأخبار السريعة موسيقى طرحت شركة ميكروسوفت الجيل الثاني من خوذة الواقع المعزز هولي لنس والتي تتميز عن الجيل السابق بضعف مجال الرؤية ما يوفر 47 بيكسل لكل درجة من الرؤية وتقول الشركة أن هذا يشبه الانتقال من تلفاز بدقة HD إلى آخر بدقة Quad HD لكل عين أعلن شركة هواوي عن هاتف ذكي جديد من سلسلة واي أمتاز بثلاث كاميرات خلفية واحدة أمامية كذلك يدمج هواوي واي 9S حساسة البصمة في زر الطاقة الجانبية وهو يتوفر في لونين الأسود والأزرق فيما يأتي مع بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير في الساعة أطلقت شاومي ساعة مي ووتش الذكية بتصميم يشبه ساعة أبل ولكن بميزة مختلفة إذ تأتي الساعة الجديدة بحجم 44 ميلي للواجهة وكثافة 326 بيكسل كما تحتوي على نظام شريحة إلكترونية إيسم لدعم المكالمات بتقنية 4G أعلن شركة كان داو عن أحدث كاميرات تدعم تصوير 360 درجة وتعرف بكامرة كوكام 8K التي تتميز بحجم صغير جداً مع أعلى جودة وبتصميم يسهل تخزينها في جيب المستخدم أطلقت تطبيق تيك توك أول هواتفه الذكية للتواصل الاجتماعي وقد صمم الهاتف ليتناغم مع طبيعة عمل التطبيق وسمته سمارتيسان جيانجو برو 3 على أن يكون اسمه المختصر هو نات برو 3 ويمتاز الهاتف بشاشة كبيرة وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت فضلاً عن أربع كاميرات خلفية راح نلتقي مع فيصل هيثيمي في فقرة الدعم الفني انتظرونا الكل اللي أحظ في الفترة الأخيرة أن الانستجرام قاعد يطور من نفسه بشكل سريع وكل يوم قاعد ينزل لنا شيء جديد وكم واحد مننا عنده حساب في الانستجرام فيصل إيش حالك؟ رب يسلمك أعطيكم العافية على الصدافة حبيب الله يسلمك فيصل واي تطوير الآن في انستجرام بشكل مختلف وبشكل سريع وبدأنا نشوف أشياء متغيرة فيه ولكن خلينا نأخذها خطوة بخطوة الخطة الأولى يمكن اللي هي اللي احنا نعانيها أن خربطت الصور اللي موجودة وشلون انستجرام ينزل لنا إياها وما يكون فيها ترتيب أو ما فيها تايم لاين واضح إنستجرام تقريبا من حول سنتين غيروا هذا الشيء وهي كان من أكبر التغييرات اللي صارت في انستجرام الانستجرام كان معتمد في البداية على آلية آخر صورة تطلع لك أول شيء ولكن الانستجرام غيروا هذا الشيء سووا قرثم خاص فيهم هذا القرثم يختار لك الصور اللي تطلع لك وترتيب الصور بناء على عدد من العوامل اللي انستجرام يشوفها حلو يعني هو يقيم الصورة قبل ما يحط لها ترتيب تايم لاين لها بالضبط طبعا هاي الترتيب بناء على إيش بالضبط اللي هو بناء على اهتماماتك حلو بناء على المتابعين اللي تتابعهم بناء على الصور والمواضيع اللي انت تتفاعل معاها بناء على حتى الاعلانات اللي انت تدخل عليها أو تضغب عليها حلو ففي عدد من العوامل الكثيرة اللي انستجرام يحطها في عين الاعتبار على اساس ان يطلع لك الصور وترتيب الصور حلو بس هذا تدري ياخذنا الوين هذا مكان تسويقي جدا يعني انت الآن او حتى مشاهدينا لو تلاحظون ان مثلا انت تهوى السيارات فجأة تلاقي وكلات تلاقي معارض تلاقي اكسسورات تلاقي اشياء جديدة قاعدة توصلك بشكل مباشر من انستجرام كاعلانات بدون انت تسوي فولو او ان انت تروح للحساب هاي نقطة مهمة يعني شوف انستجرام شو يسوون هم يبقونك تتم اطول فترة ممكنة في انستجرام شو يخلونك اطول فترة ممكنة تقعد فيها على انستجرام انهم يعطونك الاشياء اللي انت تهتم فيها صحيح بالاخير صحيح ولما انت تقعد فترة طويلة على انستجرام تتصفح انستجرام تقعد مثلا بالساعات طبعا اذا احنا نتكلم فترة جون كامل ازين هني انت تدي حق نقطة ثانية انهم راح يرضون عليك علانات اكثر وهني راح يربحون اكثر صحيح فهي مسألة انه على قولاتهم وان وانستجرام يعني هم راح يعطونك المحتوى لتبه لاشياء اللي انت تتم فيها هم قابل انت قعد فترة اطول صحيح نتيجة هم يربحون اكثر صحيح بس تدري فيصل يعني احنا دائما نتكلم عن هذه التطبيقات ترى هذه التطبيقات قاعدة تسيرنا في مكان واضح وقاعدة تعلمنا شوي شوي يعني لو نلاحظ اول ما فتحنا الحساب كان منموم خمس ست صور في اليوم تنزلها في الحساب صح بعدين شوي شوي لا صرت ثلاث صور على حسب التقييم اللي بيجيك في الانستجرام ان متى متابعينك يشاهدونك بتبدأ تنزلهم على حسب التوقيت صح الآن اختلف الموضوع كليا واصبحنا ما ننزل صور بشكل او صور موجودة في البروفايل بدأنا نركز على الستوري ايه ليش شوف الانستجرام هو قاعد يتوجه لمنصة استخدام يومي واستخدام يوميات مش من المطلقي هم بعد ما اطلقوا اللي هي خاصية ترتيب الصور على حسب الاهتمامات اهيوة مش من المطلقي انه يتم الناس تنزل صور اكثر من صورة بنفس اليوم صح او لا صحيح فانتقلوا الى او سووا او عرضوا خاصية الستوري اللي هي ان انت تقدر تنزل اللي تبيه اي صورة تبيها باي وقت العدد اللي تبيه وتنزل حال حال السناب شات بهالطريقة تدخل ونافس السناب شات وبالاضافة انه يوفر لك وسيلة تعرض فيها يومياتك اكثر حلو طيب احنا دائما انت ذكرت السناب شات ليش هذا التراجع من السناب شات والانطلاق القوية لانستجرام والله هنا عدة عامل عندك 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 اول شيء السناب شات صح تراجع في فترة الاخيرة بشكل كبير ولكن بدأ الحين يرجع عن طريق انطلاق بعض الخواص او كثير من الخواص مثل الخاصية الجيمينج اللي هون الشخصين اللي عمون مع بعض فسووا بعض الأشياء اللي يحاولون عن طريقه يترجعون ولكن حتى التصوير اللي 3D احنا بعد ذكرناها في الحلقة السابقة ايه ايه فانت عندك الحين منافسين اه هم دكتور المنافسين هذين مبعب منافسات تتكلم عن فيسبوكات تتكلم عن انستجرام تتكلم عن واتسوب أقوى ثلاث منصات في العالم واجدين نفسهم وخاصية الاستوري مع Noh Primus حلو يعني انت تتوقع ان التطوير اللي يقعدي قاعد بنسبوك بCARTHIS已經��는 capability سناب شات الفترة الحالية بياثر علي انستجرام في الفترة القادمة ؟ ماياثر هي منصتين الناسب ي threatened by the two ولكن التطوير اللي كاعد يقع اصير في انستجرام قاعد ياءثر علي النسب paradise ولين التطوير قاعدسين عن انستجرام ونفسها تطوير قاعدسين على نسبوك ونفسها تطوير قاعدسين على التطوير الناس بدأت تشوف الانستجرام ملاذ أفضل من السنابشات كمنصة فيها صور منصة فيها ستوري منصة فيها كل شيء وكل الناس موجودين فيها منصة مفتوحة أكثر السنابشات منقلقة أكثر فيها خاصية الناس تستخدمها أكثر ودعم يركزون عليها أكثر للسنابشات ولكن في الأخير الخطر على السنابشات أكثر مما هو على الانستجرام وفيسبوك وواتساب حلو الآن انستجرام أطلق خاصية جديدة أنت لا تستطيع تشوف لا اللايكات ولا للفيديو للبوست الموجود أو للفيديو أنت معها أو ضد؟ أنا معه بقوة ولا معه بقوة لأن قمنا نحن لا تتكلم عن النفس أنا تتكلم عن نفسي أول شيء قمنا نهتم باللايكات أكثر من أي شيء صحيح يعني صرنا ننسى المحتوى الله عليك ونركز أن ننزل شيء يجيب لايكات هذا الشيء يأثر بشكل كبير على نوعية المحتوى الذي نشر نرجع للنقطة رئيسية لذا كناه في البداية الانستجرام يهتمون بالمحتوى لأن أنت كشخصة لا تضع محتوى قوي في البلاتفورم الناس ستتابعك الناس ستتدخل على الانستجرام لكي تتكلم عنوات في الأخير التي ستربحون من غراها فهم يبقون يرفعون رتن ومستوى المنصة من ناحية المحتوى صحيح ما يمكنني أن يفعل هذا الشيء عن طريق أنهم يخفون عدد اللايكات ويخفون عدد البيوات بحيث أن الناس تهتم والله أنا لا سأتتم باللايكات سأتتم القوة المحتوى والمحتوى التي سأتتم صحيح لأنه أول ما أفتح حساب أي أحد أشوف كم عدد اللايكات وصار حتى أنت تقارن يعني الحساب قوته من ناحية اللايكات خلق فعليا هي نظرية صحيحة مش غلط ولكن مش كثير ولكن يأثر يعجب أنا ممكن أدخل أشوف محتوىك ممكن تأثر في الفيديو يعني أنا أدخل أشوف محتوىك في الفيديو يعطيني الفيوورز إنما في الصورة ممكن أنا أشوف الصورة وما سوي لها لايك ممكن بكون ظلمتك بس ممكن تكون الصورة حلوة بهذه الخطوة أنت الحين طلعتني من أن ركزت في نقطة معينة وخلتني أركز في المحتوى وهذا يشكرون عليها صراحة هذا بالضبط اللي هم يبوني يسوينا عرفت إنهم يزيدون من جودة المحتوى بالمقابل الناس ما تهتم بهذه الأشياء الجانبية والناس بالأخير أنت رح تطلع بمحتوى قوي مميز الناس تستخدم لاتفورم بشكل أكبر تم فترة أطول يربحونهم أكثر جميل يعطيك العافية فيصل ما قصرت بأيض الله واجهك مشاهدينا قبل ما نختم هذه الفقرة في قصة جميلة وهي وقعية طبعا فيسبوك هم اللي يملكون واتساب ويملكون بعد انستجرام اطلبوا أنهم يدخلون شريك أو يشترون سناب شات في طفرة السنابل شات ولكن للأسف كان الشباب كشباب مشتغلين على هذا التطبيق وشايفين أنهم متمكنين في العالم كامل بهذا التطبيق قالوا لا احنا بنكمل مسيرتنا بروحنا احني الفلوس اللي كانوا مجهزينها فيسبوك عشان يطورون سناب شات ضخوها في فيسبوك وانستجرام وواتساب وأصبح بدل منافس واحد موجود عندك أصبح ثلاث منافسين يقدمون نفس الخدمات وقاعدين يطورون من نفسهم بشكل كبير هنا أنا ودي أنصح نصيحة لكل ربعنا الشباب وخاصة أنه ما شاء الله يعني الآن ريادة الأعمال موجودة وربعنا بدأوا يدخلون في مشاريع كثيرة إذا يوم من الأيام جاتك فرصة أن شركة عملاقة وإذا تدخل معاك شريك مطور لمشروع أو خدمة ادخل في هذا الموضوع فاصل قصير وبعدها نستكمل فقراتنا ابقوا معنا حاكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل وصلنا لفقرة التطبيق تطبيقنا اليوم مو بجديد ولكن كلنا نستخدمه بشكل يومي لأنه بصراحة وفر علينا أشياء كثيرة ودائما في تحديث فعشان تديه لازم كل مرة نجيكم ونجيب لكم هذا التطبيق ونتكلم عن كل جديد موجود في هذا التطبيق تطبيقنا اليوم هو متراش 2 قبل ما أفتح متراش 2 ونتكلم عنه في عندنا نقطة مهمة لازم تحطونها في بالكم النفيئ البعض لما ينجل من تليفون لتليفون ويحاول يشغل متراش 2 تصير عنده مشكلة لأنه يكون مسجل في متراش 1 فيتصل بقسم الخدمات في وزارة الداخلية يساوون له log off من متراش 1 عشان يقدر يشغل متراش 2 على تليفون طيب حين خلونا ندخل على متراش نفسه أول شي لو تلاحظون معي في الشاشة تغير الشكل العام لخدمة متراش فتلاقي فوق في الصفحة اللي فوق فيها أصبح الآن أخبار بشكل متغير خدمة إصدارة إقامة جديدة التجديد الآلي للإقامات على متراش وهذه خدمة تنفع الشركات يعني أنت لو عندك شركة كبيرة وتبت يعني ما تبت حاتي إنه والله هذا تتجدد إقامتها هذا ما تتجدد إقامتها خلاص أنت بتحط كريد كارد معتمدة في حساب وزارة الداخلية مع متراش كل واحد يجي موعد تجديد إقامته تتجدد الإقامة تلقائيا وفي حالة إذا أنت ما تبت تجدد للإقامة هني أنت تشيل اسمه من ضمن الليستة اللي أنت ضايفها في متراش طيب تبليغ أو تسجيل بلاغ الحادث بدل لا قدر الله بدل ما تتعب نفسك بس تصور وتطرش عندك طلبات الزيارة العائلية تجديد ترخيص المركبات الألكتروني يعني مبلازم تروح طبعاً في قانون لهذا الموضوع لأن في مركبات لازم تكون أو تخضع للفحص الفني وفي مركبات ما تخضع للفحص الفني المركبات الجديدة يعني الثلاثة سنين أو أربع سنين ما عرف بالضبط العدد طيب إحنا نجوف هنا المرور المواطنين الإقامات إشعار السفر سمات الدخول خدمات عامة تواصل معنا هذه النقطة اللي تواصل معنا اللي هي في حالة لو حصل عندك أي مشكلة تقدر أن أنت تواصل مع وزارة دخلية لما تدخل على تواصل معنا يعطيك التواصل معنا بشكل مباشر من طريقة أن أنت تدخل للملاحظة أو تصور الصورة وترسلها لمطراش أو أن أنت مثلا تدخل على المرور والتبليغ عن مخالفة أو التبليغ عن الحادث وعندك استشارات وعندك البلاغات الاقتصادية والالكترونية وعندك الشرطة المجتمعية وعندك البحث الجنائي بما يخص شهادات حسر سلوك وغيرها من إجراءات شنو الخدمات العامة؟ الخدمات العامة بلاغ إدارة البحث المتابعة في حالة لا قدر الله عندك هروب عامل أو هروب أحد تسجيل بلاغ فقدان أي وثيقة على طول تروح وتبلغ عنها لأنه في السابق كنت لازم تروح المركز الشرطة وتقدم البلاغ منح صلاحيات تنفيذ معاملات للشركة مندوب أو كذا مندوبك سافرت تبت خلي مندوب ثاني هو اللي يراجع لك هنا ممكن نتسويه عن طريق من طراش شهادة حسن سير وسلوك الاستعلام عن العنوين نفس جوجل ماب وهذا يعطيك بالأدق لأن أنت بتحط اللواحة الزرقة عندك متراش مسجلات متراش خدمات الملفات الطبية ومواقع مهمة في الدولة فهذه الخدمات العام تلاحظون فوق فيه الخدمات وفيه معلومات لما تدخل على المعلومات يعطيك كل شيء يخصك بشكل مختصر الوثائق الموجودة عندك متى تنتهي المواطنين أبنائك المستخدمين عندك خدم سواقين وغيرة مسجل عندك المرور شنه الترخيص اللي بتنتهي عندك شنه اللوحات الميزة شنه المخالفات شنه النقاط المررية اللي عليك بعدين سمات الدخول هل أنت عندك سمات دخول جاهزة للطباعة وغيرها إذا بتروح في الجم بتلاقي بياناتك الشخصية حركات السفر الشركات اللي عندك المركبات سمات الدخول المستخدمين الوثائق حسن سير وسلوك منع السفر لقدر الله الهواتف إعادة الطباعة إجراءات وخدمات المفضلة والإعداد أن أنت شلون أتعد هذا كله فمثل ما نقول دائما أن التكنولوجيا هي موجودة لخدمتنا ولما تصير الجهات الحكومية توظف هذه التكنولوجيا لخدمة المقيم والمواطن فيصير إحنا نقول لهم يعطيكم العافية وما قصرتوا وصلنا لفقرة القاتشت والمنتج الجديد اليوم جايب لكم Airpods Pro طبعا الكل قاعد ينتظرها لأن فعليا السماعة السابقة ليس بسيئة ولكن حصل تطوير كثير في هذه السماعة من أبل ولأول مرة يعني أبل صراحة يفكرون يغيرون ديزاين بشكل جذري وفترة بسيطة طيب خلانا نشوف السماعة كاعدتها قبل طبعا هنا يكون المانويل كامل أول شي تشوفون أن تغير الحجم حجم السماعة نفسها فأصبح شوي عريض يمكن البعض يكون مو بوكي مع هذا الحجم أو مع هذا لأن القبلي كان تقريبا نص أو ثلاث أربع فكان أسهل الآن في الجيب أحس أن هي بتكون شوي أكبر بس مع الاستخدام بنشوف شلون بتصير طبعا الحلو في السماعة إن الشكل الجديد لو تلاحظون تغير كليا يعني الشكل القديم كان وائد وستريت وما كان فيه قطعة بلاستيك وكان البعض يتأذى منه في الإذن لأن كان ما يركب عدل الآن نشوف نلاحظ أنه أصبح فيه ميلان في السماعة وأصبح فيه قطعة بلاستيك أكثر عساس أن ما يكون فيه احتكاك مباشر في الإذن من الداخل بالإضافة أنه أصبحت خلاص تمنع الضوضاء بشكل كبير هنا بالنسبة للسماعة الاسبيكر عفون لو تلاحظون أن انقلوا الاسبيكر من هنا سأصبح هنا فغيروا فيها كثير حي لما أنت تركبها في إذنك فخلاص جدي أنا الآن شفت شلون لما يصيد عندك ضغط وتسمع صدى صوتك الحين تذي أنا ركبتها أسمع صدى صوتي فهذا يعطي مؤشرات إذا أنا شبكتها وشغلت ميوزك أو شغلت أي شيء مستحيل أن أنا أسمع الضوضاء الخارجية وكل ما عليت الصوت طبعا انفصال كلي عن المحيط اللي حواليك هذه خطوة صراحة إيجابية جدا من آيفون طبعا العلبة ويرلس شارتين فأنت مش محتاج أن تتركب وير أو غير أو كذا ممكن تستخدم الويرلس شارتين وطبعا السماعتين يمين ويسار والعلبة صراحة أنيقة جدا جدا أنيقة الآن يريدنا نشوف إن شاء الله يفاجؤون بشيء آيفون نحط لنا اكسيسوريز أو قطع بلاستيك إضافية وللعلم ترى أنا دائما أقول لكم أنا أحب أن أفتح المنتج معاكم على أساس أتفاجأ بالموجود داخل المنتج طيب طيب أيوة شكرا آيفون حط لنا حط لنا طبعا أحجام وبلاستيك زيادة للسماعة على أساس إنه لو ضاع لقدر الله لو توصخ لو صار فيه أي شيء لو اخترب عندك أربع حبات زيادة طبعا حبتين يمين حبتين يسار فشكرا آيفون على هذا الموضوع وائر شاحن كنت أتمنى أن يكون فيه وائرلس شارتينج بعد معاها ولكن أكيد هم خلينا حق منتجات ثانية نفس ما أطلقوها مع هيرمي أو مركات ثانية أنهم يحطون مع سماعة الوائرلس شارتينج فمنتج ممتاز جميل من آيفون شكرا آيفون على هذا المنتج الله يهن إن شاء الله اللي بيفوز فيه وأنا شخصيا بجرب هذه السماعة لأن الآن في شركات ثانية قاعدة تنزل نفس التقنية بنفس الدزاين ولكن نحن نقدر ونحترم الحقوق الفكرية وبنجرب أول شيء آيفون وبعدها بتجرب السماعات الثانية طبعا السؤال للحلقة عشان إن شاء الله تفوزون بهذه السماعة كم عدد السماعات اللاسلكية التي أصدرتها أبل كم عدد السماعات اللاسلكية التي أصدرتها أبل رسلونا طبعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الريان تيفي للإجابة على السؤال ومنشن حساب قناة الريان وهاشتاغ برنامج أندرسكور تكنولوجيا تمنى إن شاء الله أن أنتم تفزون فيها ومحتاجين تفاعلكم معنا وفي الحلقة الماضية طرحنا لكم منتج ثاني وطرحنا بعد السؤال واستعرضنا لكم السؤال وكان السؤال هو سماعة سوني كم عمر بطارية سماعة سوني اللاسلكية WF 1000 X M3 والإجابة كان من 6 إلى 18 ساعة خلونا نشوف معاكم الفائز معنا بهذا الأسبوع فاطمة سعيد حسن ألف 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 مبروك فاطمة والتهنين إن شاء الله بالسماعة وإن شاء الله بعد تكونين من متابعتنا ومن الفائزين معنا طبعا عشان تتواصلون معنا وتستلمون هديتكم ادخلوا على موقع الريان ومن خلال موقع الريان بتلاقون خانة اسمها تواصل الفائزين تضغط عليها ادخل اسمك الثلاثي ورقم الجوال وإن شاء الله يتواصلون معكم ويعطونكم هديتكم ونشوفكم حلقة جديدة لما نلتق معكم في حلقة جديدة بمعلومات جديدة بأخبار جديدة في عالم التكنولوجيا تقبلوا منا أجمل التحايا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر